المنتجين العرب في الزمالك وعمر ومديحة عمر كان جايب عربية بويك جديدة كانوا مستلمينها في سوريا وتريبتيك ونزلناها على مصر وكان رايح طالعين يصاروا في شرع الهرم في محل في الوقت ده كان موجود اسمه شليمار واتفقوا يصاروا وبعدين يكلموني هلولي تعلان على شليمار كنت المفروض رحلهم على البيت بتاع فواز اللي هو المنتج وبعدين انا اتأخرت فتصلت بهم في البيت هناك قالوا احنا طالعين ايه شليمار وطلعوا شليمار مش وراء بعض اللي انا علفته بعد الكلمة انه في مجموعة شباب زناءوا على عمر وماشي بالعربية وبعدين حاب يجري منهم فجري جامد في الملف بتاع في اخر الهرم كده بتطلعي من هوس وكده بتخشي طريق اسكندرية الصحراوي الحادثة حصلت في الحتة دي لانه العجلة التوازن مقتل وربنا سبحانه وتعالى تعددت الاسباب والموت واحد عمر خبط في عمود فالعمود قسر الازاز في الابتو طبعا الكلام ده انا سمعته من مديحة كامل وسمعته من دينا مرات عمر اللي كانت معاها في العربية وسمعته من الاساس احمد فورد حسن ايضا وكل الكلام اساسه طبعا من دينا وشافت برضو بعض الحاجات دي مديحة لانها كانت وراهم بعربية شافت عمر ماشي بالعربية شرع الهرم وعند الابتو كان في عربية فيها بعض الشباب اللي حصل انه فوجئ وهو علمين والعربية اللي بتطردوا فيها شباب بيعكسو او بيعايزين يعني يعرجوا معا وبتاع فوجئوا بالجزيرة دي فهو بالسرعة الجبارة وكان ماشي على طول فطبعا لما فيه عربية شمال خدت الاتجاه بتاعت هو لقى مفيش قدامه غير يعي يحاودي مين بقى الطريق الفاضي قدامه يعي حيخش في الصين فلما حاودي فجأة بالسرعة الجبارة دي العربية على السرعة الكبيرة اتزحلقت وخبطت في الرصيف خبطة جمدة جدا وهو طبعا كان قافل عربية عربية مكيفة وكان صيف ايامها فالإزاز تناصر وتطاير عوروا من الشمال هنا في رقابته عمل ونزيف جامد جدا جريت في الشارع في طلت اجري في الشارع مش عارفة انه رايحة فين رحت على عمارة لبون عشان هو كان ساكن في لبون مع والدته فملقيتش حد في لبون قاله في مستشفى العجوزة المهمة دخت دخت كانت منظري يعني الحادثة قصرت عليها جامد فابتدي تسأل ايه الحكاية قاله حادثة عربية في طريق الهرم كان ماشي بالعربية في طريق الهرم ومديحة كامل وراه وفي عربية تانية جات خبطته ووقع على رقابته رقابته بيقوله تقطعت مامته بتقولي رقابته تقطعت زي ما يكون حد قطعها لان الزازة العربية مش بودرة فلما هيتخبط عليه مش هيتجرح مش زي السكينة ده ما يكون بتقولك سكينة وقطع رقابته فحادثة غمضة بصراحة الله رحمه أمر خرشد من كاسرة محبة الرئيس السادات فيه قرر ان ياخده معاه للعزف في البيت الأبيض في حفل توقيع تفقية كامبيدفت وهو عزف هناك بما ازهل الرئيس الأمريكي والحضور وبعد عودته كانت روحه المعنوية مرتفعة جدا وسعيد مبسوط لكن للأسف انه هو فوجئ بهجوم شديد جدا من بعض الكتاب وبعض الصحفيين وبعض النقاط اللي هما كانوا ضد كامبيدفت فعمر فنان ولا مش راجب السياسة يعني هو يمثل مصري في عازف مصري في مكان له شهرة وله في وقعة محددة سياسية لكن هو لا هو حط تفقية كامبيدفت ولا هو مشرحها ولا بتاعه انما قوبل بهجوم شديد جدا اثر على نفسيته في هذه الفترة وفيما بعد هو كاد اتعرض لمحاولة اغتيال بعدها وكان اعتقاده هو زي ما قال لي ان الوراء ده منظمة التحرير الفلسطينية او عناصر منظمة التحرير الفلسطينية وعلى غرار مسألة ناجل علي فهو في يوم فوجئ الفراش ان فيه شخص جايب بطارية وبيقول له ان الاستاذ عمر باعت هذه البطارية وبيقول شلوها في المكتب فسألوا الفراش بطارية عربيته فين قالوا لا ما البطارية خربت وهو عدة وقال بايه ودوها المكتب شا منين نركب الفراش كان راجل عجوز كده فرفض استلام البطارية وقال له اخته سكنة فوق ليه جي جي فاطلع ادها له طلع هو يديها البطارية فرفضت استلامها قالت له مكتبه تحت انت جايب هالي ليه انزل سلمها له في هذه الوقت الراجل ساب البطارية على الباب ويتوكل على الله وراجل لاص اللي هو الفراش عمر كان داخل وكانت محسوب المسألة انه بقولك هو كان منظم جدا في وقته توقيتاته محددة متى يأتي الى المكتب متى هنصرف منه والمسألة محسوبة ومعروفة كان هو واصل فالراجل قال له كذا 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 تشكك طلب الشرطة جات جهات الامن على مستوات كبيرة خبراء مفرقعات تم اكتشاف ان البطارية فيها مفرقعات وتم ابطالها وعينها وتم تعيين حراسة على عمر بعد هذه الوقعة على البيت وعلى المكتب هو فيما بعد طلب رفع الحراسة بالنسبة للاشيحات اللي بتطلع لما فنان كبير يموت او اللي يقول لك اصلاح عشان حزب في كامب ديفيد وعشان وفيش يعني موضوع حادثة حديثة جدا مجموعة شباب استهترين بيعاكسوا فنان بالعربية ماشي يسبقوه شوية وزنوه عليه شوية ويغاسوا شوية حاب يجري منهم او يسبقهم بعربيته قوي فعمل حد لكن الموضوع انا ده اعتقادي طبعا مش حد يقدر يخزم بشيء لكن انا في اعتقادي ان الاشعاعات اللي تلعب بعد كده كلها عارية من الصح والاقويل كانت كتير والاشعاعات كتير وخصوصا ان الفترة دي كان عمر كان متوتر وكتير اوي كنت اتكلمه في تليفون قال ايه متوتر كان بيجي له رسائل تهديد بالقتل كتير ليه لانه كان راح مع السيد الرئيس اه راحل اه محمد اه انور السادات كان اه راح مع ال اه امريكا في توقيع اتفاقية كام ديفيد هناك كام ديفيد وليع على الجتار في البيت الابيض اه امام كارتر وطبعا لكل المشتركين في هذا الاتفاقية بيجي ولا فطبعا الحكاية دي كانت فترة عصيبة جدا بالنسبة له وكل اللي اشتركوا اللي اتعرف انهم اشتركوا في رحلة كام ديفيد وكان حصل اعتقد ايامها حكاية اغتيال الاستاذ العظيم يوسف سباعي علشان برضو حكاية كام ديفيد فاعتقد انه كان في اشتركوا في القناة